كتاب داكرة المسافات رح نحكي عنه مع الكاتبة ريتا أزي حاتم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك بلبنان وبالكتابة يلي جمعت كل هالخواطر بعد 26 سنة وبستوديويتنا أيضا بنا ناخد فكرة عن الكتاب طبعا بس أكثر عن الظروف يلي كانت محيطة بكتابة هالخواطر وبقدت أثرت بهجرتك على أستراليا وبعودتك للبنان صفرت من هنا بالحرب أنا من الجية احترق بيوتنا وكان مشاهدي كثير بشعة شفتها قبل ما فلينا وبقيت معي 26 سنة ما في أرجع على لبنان كانت تقول أنه أنا بكره لبنان وأنا مش لبنانية لأنه رحنا وما حدا نسأل عنا وكيف كل ذكرياتنا راحوا ما كنت أحب أرجع عطول إبعث عائلتي بتجي بس أنا ما بيجي على لبنان بس كنت تكون موجوعة عام ضيقة كنت أكتب بس بقيت أكتب بالعربي بقيت أكتب بالعربي معناتها ما كرهت لبنان هالقاد بعقل لاوعي ما لح أوصل أنه طلع قديش بتكره قدي بتحبه لأنه أنا وصلت لها بعد 26 سنة جيت على التيارة بدي سافر بس صلت المضيفة بدأت قاعدني على الكرسي صرخت وقلت ما في روح على لبنان ورجعت على البيت عائلتي راحت أجت على لبنان وأنا رجعت على أستراليا على البيت ما كان فيها أجي من هون رحت عملت كانسلا هاي دي اي متى هاي دي بستة وعشرين سنة بعد ما قررت رحت عملت كانسلا أنا بدأ أعرف حالي شو بني طلع قديش بتحب قدي بتكره قدي بتحب وعملت فتحت فيسبوك وعملت أصحاب وهيك ورجعت قررت أجي وبجيت جبت الكتاب معي جبت شوية من الوراء لحتى أعملهم وخليهم لقالي أنه ذكره ذكره مين ساعدك بلبنان هون تعرفت أنا بس عملت الكتاب تعرفت على جمعية التجاوز وحبيب يونس ودكتور دازيري سقال شايفوا الكتاب وقالوا هاي الكتاب لازم يتوقع شعر كدبتي على الوزن الخواطر كتير حبين أنه مش معقول حدا ستة وعشرين سنة وبيكتب هالطريقة فعلا نحنا رح نشوف صور التوقيع على كرحال نحنا وعا نتحدث بس أي نوع بتصنفي يعني هالكتابات ودائما بتقولي أنه يحق للشعر ما لا يحق لغيره ليه بتعتمد هيك هالفكرة وكيف كانت شو نوع كتاباتي أنا كنت أكتب شعر حسب شو بحس مثلا شعر لأولادة لضايعتة أنا أحسيت إذا حسيت بشي بكتب أو خواتر بحس كيف حب الحياة أو كيف كانت أو كيف بتمنى تكون أو كتبها بالإنجليز والعربي تلتزمي بقواعد الكتابة والشعر أنا بس كنت أكتب كنت حس أن نزل على البحر تمشك وموجوعة مشتقلة للبناء مشتقلة المحبسة كتير كنت تعني لي يعني مجلتي لهون هي أكتر شي المحبسة كنت دايما أتضايق بس فكر أنه أنا ما رح أقدر زور المحبسة صور ما بدي موت ومش شايفة المحبسة كل ما حدا يقول إيجا على لبنان وزار المحبسة أنا يعني هي من الأشياء اللي ردتك على لبنان صح أدي صار لك اليوم هون هاي دي ثلاث سنين صار اللي بيجي على لبنان أول مرة جيت شهر بعدين شهرين ها أول مرة بيجي أكتر لأني كتير مبسوطة كنت حاب تقريدنا شي بمناسبة معينة يريد تتفصل في ضايعتة وفي مبارح كان عيد البيت عنا بأستراليا يعني عيد على البابا وعكل البيت سو قلبي كيها البيت ولا ضايعتة بدأنا سمعون تنينيتون اذا تحب تبلش بضايعتة ضايعتة يا ضايعتة لخبيتك من سنين بقلبي وانتي عايشي في دموع الشتي عسطوحك عناوين وغيمك نصب للصيف شمسي يا مركضة عدرو بكل حلوين ويا ما قطفت الحلم غدوي ويا ما سكبت الشمس بفناجين وضيفتها للصبح غني فيكي تركت رفاق ومحبين واليوم جيت بدمع عيني اسأل عبد جدي وعشجر التين وعرفاء كبروا من حوالي وعزكرياتي وبيتنا المسكين هاك الحرق دمعوا قلب بي وعالعلموني الحرف والتلوين طلي بلهفي واسألي علي رح تقشعي بعده على جبين اسمك يا ضيعتنا بفخر مكتوب والقلب عم بيندع على الجي شو حلو حلو وسهل بس بذات الوقت فيه شعر وفيه لحن وفيه أكيد هالحنين عن جد مؤثر جدا يعني حتى لو قاعدين وسكنين بيه لبنان منحس بيهالحنين هيدا لما بتحكي بيهالطريقة اليوم هالشي يشجعيك انه تكتبي بعد انه ترجعي الجامعي بعد فيه خواطر باقي اكيد اه فيه كتير رح كنت انا بدي اجيب كتاب تاني تحت كتبه وظبطه بس ما كان عندي مجال لانه اول كتاب هيدا بس عملته ما كان عندي سوري حتى هو اللي بقلبه نعم هنا الافتنين بقلب زيت الكتاب انا بس بدي فارجي شي لو سمحت في صورة مر شاربل بما انه كنت عم تحكي عن المحبسة يلي موجودة بقلب الكتاب هو اللي رجعنا اكيد ان شاء الله بيراجع لكل القديس شاربل اكيدة فاليوم عم بتتابعي بكتاباتيك صح او بحضر امسياتي لجده نعم لانه بعتبره ملائك الحارس هونا عم نشوف الاهدئات عم نشوف هيك شوي والتنين لغتين مجموعين بفرد الكتاب العربية واللغة الإنجليزية ايضا ايمت رح بنزل الكتاب الجديد وهل هالكتاب صار موجود بالمكتبات عم رح نزلوا بالمكتبات هالجمعة الجيد كان عندي توقيع بأهدن لهان الأحد كتاب جديد بعتقد رح ارجع عاملو بسدني ويجيبو معي لانه هون ما في مجال بقى بعد عندي شهر وراجعة نحنا بدنا نشكر جديك معنا ريتا أزي حاتم ومبروك على كتابك لجديد ذاكرة المسافات بس نحنا رح منختم مع القصيدة لعيد البيض ولا بديك غزل يعني أسارتين على عيد الأب ما بقفينها ما نسمعها يلا البي اللي بييده وبيتنا عباني حامل أمان العمر بييده وبي اللي بيحب الناس وصاني بصلي سنينه وبدني يزيده ويضل قلبه مرجي تغناني ويضل حضنه جمرته وييده وما بين أول حب والتاني هو الحبيب الدايم بريده وهو اللي بصدر الحق خلاني أقطف المجد وأعصر مبيده وشو في هدايا البي رباني من بنت كبرت مع تجا عيده رح ضم عيده بكلمة بحبك بي الملاك لعيدنا عيده شكرا لك مرسي لكم رح ناخد بريك ونرش شكرا لكم